اشتركوا في القناة اذا فشلت الدبلوماسية في انقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 وهذا الاعلان الذي جاء اليوم هو يأتي بعد ساعات من اعلان الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا الخارجية الامريكية بانها محبطة تماما من طبيعة النتائج التي جاءت من المفاوضات النووية التي تمت لمدة يومين في العاصمة القطرية الدوحة بهذا الشكل وبهذه البساطة كانت المفاوضات بهذا الشكل فعلا من المنسق الاوروبي انريكي مورا الذي قام بهذه المفاوضات مع كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كان هذا المنسق يذهب الى الفريق او الى الوفد الامريكي يتناقش معهم عن التفاصيل ويعود مرة ثانية لمناقشة التفاصيل مع الايرانيين الان الخارجية الامريكية اكدت بانهم محبطون تماما مما جاء من نتائج هذا الامر وهناك اسباب لهذا الاحباط وما جرى في قطر تحديدا فالخارجية الامريكية ببساطة والاوساط الامريكية اكدت ان الولايات المتحدة الامريكية لم تأتي الى طاولة المفاوضات بجديد هي بصراحة قالت لايران نحن على ما اتفقنا عليه في المسائل النووية المرتبطة في الاتفاقية النووية لا غير عليكم ايها الايرانيون ان تعودوا للاتفاق النووي وان تكسبوا المكاسب الاقتصادية القادمة لكم وبالنسبة الينا لنتصلوا انتم الى القنبلة النووية وكذلك نستفي تماما من الطاقة ومن النفط القادم من ايران الذي يعتبر مهما جدا ولكن في نفس الوقت ومن جهة اخرى ايران وبحسب الخارجية الامريكية وما تحدثت عنه بان ايران لا زالت تتحدث عن الامور التي هي لا علاقة لها باي شكل من الاشكال بالاتفاقية النووية في اشارة واضحة جدا بان ايران لا زالت تريد رفع العقوبات تريد رفع الحرس الثوري الايراني من قائمة ومن قوائم الارهاب من اجل ان تنجح العودة للاتفاقية النووية ولماذا هذه المسألة هي خارج الاتفاقية النووية لان العقوبات قد فرضت في عام 2019 ولا علاقة لها في المفاوضات النووية المثير بهذا الامر بان هناك اطراف مهمة تحدثت بان ايران لم تتحدث فقط او تشير الى هذه المسألة لا ابدا بل انها قامت باضافة امور جديدة واخرى بدأت تضغط عليها تريد ان تكون هي من ضمن الشروط التي يجب ان تنتزل بها الولايات المتحدة الامريكية من اجل ان تعود الى الاتفاق النووي وهذا جاء من تفاصيل انكشفها لورنس نورمان احد اهم الكتاب في الول ستريت جيرنال هو الذي كشف عن ان ايران في هذه المفاوضات تحديدا في الدوحة قد فرضت ايران وطلبت ايران ان يكون هناك تحركا امريكيا تجاه المواقع التي وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات اليورانيوم التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات يورانيوم وجدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المواقع الغير معلنة من ايران هي مواقع سرية تماما وعندما سألت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران عن سبب وجود جزيئات اليورانيوم هنا والتي توضح بأن هناك تخصيبا لليورانيوم كان موجودا في هذه المنطقة إيران لم تجب عن هذا الموضوع بل إنها أجابت وقالت أن هناك تلوثا في هذه المنطقة لم تقبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه التفاصيل أبدا واعتبرتها على المستوى الفني هي الغير مقنعة وعلى هذا الأساس جاءت إدانة قادمة من مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية دفعت إيران على رفع 27 كاميرا من منشأة نتانز النووية جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهمة صعبة للغاية بأنها لم تعد ترى ما يجري في منشأة نتانز بل إن أيضا إيران قامت بإضافة ثلاثة سلاسل من أجهزة الطرد المركزية الـ IR6 المتقدمة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم على مستوى عال للغاية وعندما نتحدث عن سلاسل أجهزة الطرد المركزية فكل سلسلة تحتوي بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 166 جهازا قاموا بإضافتها ولا زالوا يعملون على إضافتها في منشأة نتانز النووية الأمر الذي تطلبه إيران في هذه المسألة هو إغلاق التحقيق بهذه القضية تحديدا ارفعوا الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب وسنعود إلى الاتفاقية النووية وهذه مشكلة خطيرة جدا ليست فقط للولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا بل هي للبكالة الدولية للطاقة الذرية لأن إغلاق هذا التحقيق في هذه الأمور هو يعني بأن إيران أصبحت غامضة في هذه المسألة ما الذي جرى أين نقلت المواد أين نقلت الأجهزة وهي توضح بأن هناك مواقع سرية أخرى لا تعلم عنها شيئا البكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي ممكن في أي لحظة أو في أي عام أو في أي شهر ممكن لإيران أن تفاجئ العالم بإعلان امتلاكها القنبلة النووية إذا ما جرى أمرا مع تعاقبة إدارات الأمريكية من جمهورية إلى ديمقراطية أو من ديمقراطية إلى جمهورية وبالتالي سيكون في خطر وسيتندم وسيندمون تماما على طبيعة عدم حصولهم على إجابات في هذه التحقيقات وعلى هذا الأساس هذا الشرط الذي طلبته إيران هو تعجيزي للغاية وممكن أن يسبب مشكلة حقيقية وعلى هذا الأساس الحديث الآن عن بلان بي أو الخطة باء وتحريك هذه الخطة تحت قبة كونغرس الأمريكي ولكن أيضا الواشنطن بوست في السابع عشر من يونيو قبل هذه المفاوضات النووية تحدثت بأن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون واضحا عن طبيعة ما هي هذه الخطة الخطة باء وما الذي يجب أن تتوقعه إيران إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية واختصرت الخطة باء بالنسبة للواشنطن بوست كما ترون هنا في السابع عشر من يونيو بثلاث نقاط يجب أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن واضحا بها هذه الأمور إذا ما فشلت المفاوضات النووية فعليك يا إيران أن تعرفي تماما إذا ما قمت بتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية تصل إلى القنبلة النووية أي بنسبة 90% أو قمت بطرد المفتشي ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليك أن تعلمي تماما بأن ستكون هناك ضربة موجهة للمشآت النووية الإيرانية أو القدرات النووية التي امتلكتها أثناء فشل المفاوضات النووية كذلك الواشنطن بوست تحدثت أيضا بأن الصادرات النفطية بالنسبة لإيران ارتفعت في الثلاثة أشهر الأولى بنسبة 30% ثلاثة أشهر الأولى من هذا العام وبالتالي هناك تصدير للنفط عالي للغاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي افتخر بارتفاع هذه الصادرات البنك المركزي الإيراني كانت لديه تصريحات على هذا المستوى وعلى هذا الأساس الواشنطن بوست وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقوم بضبط واعتراض الناقلات النفطية التي تنقل النفط الإيراني بأغلبه إلى الصين والصين تشتريه عليكم اعتراض هذه الناقلات إذا ما فشلت المفاوضات النووية للضغط أيضا على إيران والأمر الثالث والمهم هي مسألة توضيح لإيران بأنه سيكون هناك تحالف في منطقة الشرق الأوسط من دول الخليج العربي من دول المنطقة التي تشعر بالخطر من إيران وأن هناك تحالف أو نيتو عربي كما سمعنا في الفترة الأخيرة أنه سيتشكل وسيتصدى لجميع الهجمات التي تأتي من إيران أو التي ممكن أن تأتي من العراق أو التي ممكن أن تأتي من سوريا ونتحدث هنا من العراق تحديدا من الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في هذه المناطق أو حتى في اليمن من قبل الحوثيين هناك تطور كبير جدا يأتي في مسألة النيتو العربي أو نيتو الشرق الأوسط أو التحالف الذي ممكن أن نراه عند زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف الشهر القادم وذلك بتفاصيل قادمة من باراك رابد هذا الرجل هو من أهم الشخصيات التي تأتي بالتسريبات على موقع أكسيوس الأمريكي هو تحدث إلى أكسيوس الأمريكي مرة ثانية بهذا الشكل اليوم تماما عن مفاوضات سرية تجري تحت الطاولة سمعنا عنها الكثير قبل شهر تقريبا عن جزر يودون تسليمها طبعا ويعيدوها تحت سيطرة المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على نجاح في الشرق الأوسط من أجل تحقيق هذا التحالف الكبير الذي نتحدث عنه ما هي هذه الجزرية ترادعونا نتوجه مباشرة إلى القمر الصناعي سنلاحظ بأننا أمام المملكة العربية السعودية اليمن هنا جمهورية مصر العربية هذا هو البحر الأحمر وهنا طبعا خليج العقبة وخليج السويس الذي ينتقل إلى قناة السويس ونتحدث هنا عن هاتين الجزيرتين وهي تيران وصنافير هذه التفاصيل الآن الجديدة القادمة من موقع أكسيوس من باراك رابد وضح تماما أن الصفقة على وشك أن تنتهي اقتربت تماما هذه الصفقة من أن تتم وكما قلنا بأن الفكرة هي إعادة هذه الجزر تحت سيطرة المملكة أو تحت الكنترول التام للمملكة العربية السعودية هذه التفاصيل المثيرة هي تأتي على الرغم أن البرلمان المصري قد أعلن في حينها في عام 2017 وكذلك في عام 2018 تمت المصادقة من قبل المصريين طبعا مباشرة بأن هذه الجزر هي جزر تعود إلى المملكة العربية السعودية وأن عليها استلام هذا الأمر ولكن المشكلة أن اتفاقية كامب ديفيد أو معاهدة السلام التي تمت في عام 1979 بين مصر وبين إسرائيل تحتمت أن يكون الأمر ليس قادما فقط من مصر في مسألة هذه الجزر وتسليمها إلى المملكة العربية السعودية بل يجب على إسرائيل أيضا أن يكون لها رأي في هذا الموضوع ووافقت إسرائيل في حينها على تسليم هذه الجزر المملكة العربية السعودية ولكن على شرط مهم للغاية الشرط هو مرتبط بقوات حفظ السلام التي جاءت منذ هذه المعاهدة التي نتحدث عنها بقيت هذه القوات بدورياتها مستمرة في هاتين الجزيرتين من أجل حفظ سلامة وأمن الملاحة القادمة في خليج العقبة مثلا أو القادمة من البحر الأحمر وغيرها وهنا تكمن اللعبة التي تجري في هذه المفاوضات هو أن تكون هذه القوات التي نتحدث عنها قوات حفظ السلام أن تكون خارج هذه الجزر تماما وأن لا تكون لها دوريات وتصبح 100% تحت سيطرة المملكة العربية السعودية وبالتالي إذا ما نجحت هذه الاتفاقية قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فالكثير من المخططات والأوراق ستتغير في منطقة الشرق الأوسط وقد نرى النيتو العربي أو نيتو الشرق الأوسط حاضرا ضد إيران بقوة كبيرة للغاية ولكن إيران من جهة أخرى تتحرك وتتحرك هي لم تتوقف من عملية التحرك فكان هناك لقاء مثيرا ظهر القيصر الروسي فلاديمير بوتين وهو يسلم بحفاوة كبيرة جدا على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بهذا الشكل وهي في قمة بحر قزوين التي تمت طبعا في عاصمة تركومانستان وهي عشق آباد التقوا بهذا الشكل وكانت هناك حفاوة واستقبال وترحيب كبير جدا بين الطرفين الواضح جدا بأن الأمور قد تغيرت كثيرا فقبل العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني عندما زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موسكو لمقابلة الرئيس الروسي كانت الأنباء تتحدث بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي انتظر لمدة عشرين دقيقة حتى تمكن من مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعندما قام بمقابلته في التاسع عشر من يناير كان اللقاء بهذا الشكل على هذه الطاولة الكبيرة والطويلة للغاية والتي وجد الكثير من المراقبين بأن هذا يعني أن هناك تباعدا خلافا ليس هناك اتفاقا بين الروسيا وإيران الرغم كل الأمور والتقارب بين البلدين التي نسمع عنها دائما ومثل هذه اللقاءات لبوتين وقام بها مثلا على سبيل المثال مع أعدائه في أوروبا ونتحدث هنا مثلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا التقى به بهذا الشكل وبهذه الطريقة هي توضح طبيعة الخلافات الجارية بينه وبين فرنسا ولكن الأمور تغيرت طبعا وبعد هذا اللقاء الذي رأيناه في التاسع عشر من يناير والمواقف الإيرانية الإيجابية والداعمة تماما للعملية العسكرية الروسية في ظل كل الضغط الذي تعرضت له روسيا في أوكرانيا تحديدا الآن واضح بأن الطاولة قد تغير حجمها وأصبحت بهذا الشكل وأصبحوا متقاربين تماما بكل تأكيد وخاصة وأن إيران الآن قد قدمت وقامت بالتقديم بشكل رسمي للانضمام إلى مجموعة مهمة تتواجد فيها روسيا وسمعنا عنها كثيرا هي مجموعة بريكس وبالنسبة طبعا إلى روسيا انضمام إيران هنا يعتبر مهما لأن روسيا مستفيدة كثيرا من هذه المسألة خاصة وأنها لديها تقارب كبير جدا ودعم كبير من الصين إليها وكذلك من الهند لها يجعلها تتفادى تماما كل العقوبات التي تتعرض لها من الغرب إذا كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو كانت من أوروبا إلى درجة مهمة جدا أن اليوم وتحديدا يوم أمس كان هناك إعلانا كبيرا ضد روسيا من قبل الغرب بشكل عام من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قاموا بتجميد الأصول الروسية بما يعادل 330 مليار دولار الوزير الاقتصادي والتصريحات الروسية القادمة تحدثت أن هذا النصف ما تمتلكه من الأصول في الخارج بالنسبة إليها وبالتالي هو تجميد خطير جدا تعرضت له ولكن روسيا بسبب هذا التعاون الكبير الذي نتحدث عنه على مستوى إيران وكذلك على مستوى الصين تحديدا والهند فهي قادرة على الرد وماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت بأن على الغرب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن يتذكروا بأن لديهم أصولا موجودة لدينا هنا في موسكو ونستطيع من تجميدها والضغط عليكم بشكل كبير للغاية وعليكم أن تعلموا هذه الحقيقة تماما وبسبب أن روسيا على ما يبدو بأن الدعم كبير جدا وهي تفادة الكثير من العقوبات فهي لا زالت تتقدم بكل تأكيد على مستوى الداخلي بالنسبة لأوكرانيا وتحديدا إلى شرق أوكرانيا هنا كما تلاحظون هذا هو إقليم دونباس والأنباء هي أنباء حديث للغاية والتقدم حديث للغاية الذي يجري حتى يومنا هذا هنا طبعا روسيا هذا هو إقليم دونباس هذه الحدود الإدارية التي ترونها لإقليم دونباس وهذه الحدود التي تفصل بين لوغانسك وبين دانيتك التطور يأتي في ليس شانسك بهذا الاتجاه الذي ترونه والتطور كان كبيرا جدا بالنسبة لروسيا ولا كأن هذا البلد يتعرض إلى الضغوط الاقتصادية أو أن هناك تضييق عليها تستمر في عمليتها العسكرية بكل دقة ومن دون أي مشاكل وعلى هذا الأساس بالنسبة للقوات الأوكرانية الآن ولكي نفهم هذه المنطقة تحديدا هذه هي الإس شانسك التي ترونها التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية هذا هو مصفى النفط وهنا بيلوريفكا وكذلك زولوتاريفكا هنا بهذا الاتجاه وكذلك أن هناك مصنعا وهو مصنع الزجاج مهم للغاية بالنسبة إليها بالنسبة للقوات الأوكرانية بالنسبة للقوات الروسية هي تسيطر على كل المناطق التي سنؤشرها لكم طبعا يجب أن نأخذ ملاحظة بأن هذا النهر مهم جدا هو نهر سيفريسكي دونس لكي نوضحه باللون الأزرق وبالنسبة لروسيا هي تسيطر على كل هذه المناطق التي ترونها وهذه هي طبعا سيفيرودونيتسك التي سيطرت عليها قوات الروسية الآن هي تضغط على عدد من النقاط هي تضغط بهذا الاتجاه على بيلوريفكا بهذا الاتجاه وكذلك هي قد تمكنت فعلا من السيطرة على العديد من المناطق أو المجمعات الصناعية الموجودة هنا وبدأت تخترق من خاصرة ليس شانسك بهذه طبعا الطريقة وكذلك هم تمكنوا بالنسبة طبعا للقوات لكي نلاحظ فقط لنأخذ صورة واضحة بالنسبة لمصنع الزجاج مصنع الزجاج هو لا يأتي بهذا الاتجاه في حقيقة الأمر بل هو يأتي بهذا الاتجاه القوات الروسية طبعا ما تمكنت القيام به بالنسبة إليها هي تمكنت في الفترة الأخيرة من الوصول إلى هذه المنطقة المشتفعة سيطرت عليها بدأت بالضغط على مصنع الزجاج بدأت بالضغط على جميع هذه المناطق وكذلك هي كانت تضغط على مصفى النفط الجاري وما جرى الآن وما هو جديد مع الضغط الكبير على هذا المصفى تمكنت القوات الروسية قبل 24 ساعة من السيطرة على هذا الموقع وبدأت تأخذ المعارك بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه وبدأت تشتبك مع هذه المدن التي تأتي بعد مصفى النفط في أهداف استراتيجية مهمة بالنسبة إليها هنا طبعا مدينة برافيليا التي كان هناك تطورا كبيرا جدا ويجب أن ننتبه أن الطرق الممتدة التي يكون فيها دعم قادم للس شانسك للقوات الأوكرانية لكي تستمر في الصمود هذه الطرق من برافيليا وكذلك الطريق من لس شانسك بهذا الاتجاه أصبح تحت السيطرة النارية للقوات الروسية القوات الروسية أيضا في نفس الوقت اليوم وبأنباء حديثة في 24 ساعة الماضية الأنباء تتحدث بأن القوات الروسية تمكنت من عبور هذا النهر الذي نتحدث عنه وهو سيفريسكي دونس وتمكنت تماما من السيطرة على برافيليا وقطع هذا الطريق تماما بشكل رسمي وهي لم تعد مسيطرة عليه على المستوى الناري بل هي سيطرت عليه بهذا الاتجاه وقطعته تماما وبالتالي لم تعد هناك كثير من الخيارات بالنسبة للقوات الأوكرانية وعلى هذا الأساس ما هو متوقع بالنسبة للقوات الروسية الآن هي أن تستمر في عملية الضغط بهذا الاتجاه وقد تذهب إلى زولوتاريفكا بهذا الاتجاه من أجل السيطرة عليها وقد يكون هناك عبورا إلى بيلوريفكا بسرعة كبيرة من القوات الروسية لكي يكون هناك عملية أطباق تامة وأيضا من برافيليا بهذا الاتجاه قد تلتقي مع القوات الروسية القادمة من هذه المنطقة وبالتالي نلاحظ أن هناك إغلاقا تاما بهذا الاتجاه فلأن القوات الروسية الآن تتحرك تحركا مثيرا تجاه هذا المصنع مصنع الزجاج هذا المصنع يتعرض إلى ضربات كبيرة وخطيرة اليوم كان هناك مقطعا قادمة لطبيعة الضربات التي تأتي على هذا المصنع الذي كما ترون هنا في هذا المقطع تتواجد القوات الأوكرانية بشكل واضح وتتحشد في هذا الموقع الذي تعرض إلى كثير من الضربات كما تلاحظون الضربات هي قادمة من تصوير الدرون من طائرات الدرون كانت الضربات ليست عادية أبدا الضربات مستمرة هذه هي لقطات القصف التي جاءت على هذا المصنع القوات الروسية لديها هدف وغرض مهم جدا من هذه المنطقة وللتأكد من هذا الموقع إذا ما أخذنا هذه الصورة التي ترونها من اللقطة السريعة التي طبعا رأيناها في المقطع فسنلاحظ بأننا أمام مبنى بهذا الاتجاه في هذا المصنع المهم وهذا مبنى آخر وهناك مبنى في الوسط ونحن أمام ضربتين هذه ضربة وهذه ضربة وهناك طبعا مساحات مفتوحة كما نلاحظ بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لنتأكد من أن هذه الضربات هي فعلا تأتي على مصنع الزجاج وبالتالي نحن أمام نفس هذه المنطقة هنا ليستشانسك وهذا هو مصنع الزجاج الذي يتعرض إلى القصف من المنطقة المرتفعة أو عفوا هذا هو مصنع الزجاج الذي نتحدث عنه بالاقتراب من هذه المنطقة بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه سنلاحظ بأننا أمام هذا الموقع بهذا الشكل من هذا هو المبنى الأول وهذا هو المبنى الثاني الذي تلاحظونه وهذا هو المبنى الوسطي وبالتالي نحن أمامه كنا ضرب هنا وهذا الاتجاه وهذه هي المساحات المفتوحة بالنسبة لمصنع الزجاج وعلى هذا الأساس بالنسبة للقوات الروسية هذا الموقع قد يعني الكثير تواجد القوات الروسية في هذه المنطقة تحديدا التي ترونها طبعا بكل تأكيد هذا سيعني بشكل واضح بأنها ستبحث بالنسبة إليها أن تتواجد في هذه المنطقة من أجل وضع المدفعية الخاصة بها في هذه المنطقة وتوجيه ضربات سريعة إلى هذه المواقع التي ترونها من أجل عملية الوصول والدخول والتقدم على بعد كيلومترات بسيطة فقط بالنسبة لهذا التواجد وعلى هذا الأساس فعلا الصراع كبير وكبير للغاية على مستويات دولية عالية وبالتالي يظل السؤال كيف ستنتهي هذه الأمور وهل نحن نتوجه إلى عملية تغيرات استراتيجية كبيرة للغاية في هذه المنطقة سنرى بكل تأكيد ما الذي سيحدثه